أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا فيما يأتي نصه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم سبعة عشر على الفين واربعة وعشرين بتعين سفراء غير مقيمين نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الإطلاع عن النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آت المادة الأولى يعين طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي سفيرنا لدى جمهورية البرازيل الاتحادية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية الأرقواي الشرقية وجمهورية كلومبيا المادة الثانية يعين بدر بن محمد بن بدر المندري سفيرنا لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإرلندا الشمالية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية إسلندا المادة الثالثة يعين أحمد بن علي بن سعيد الراشدي سفيرنا لدى جمهورية سيرلنكا الديمقراطية الاشتراكية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية المالديف المادة الرابعة يعين حمود بن سالم بن عبدالله آل توية سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية ليكون سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية أرمينيا وجمهورية صربيا المادة الخامسة ينشر هذا المرسوم في القريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره صدر في السابع من رمضان سنة 1445 هجرية الموافق للثامن عشر من مارس سنة 2024 ميلادية